طيب يا جماعة جينا الآخر فقرة معنا النهاردة والحقيقة ان احنا حبينا نسميها خبرابيوت عشان نسيبكم انتو مع مجموعة من الأخبار البيضاء والحقيقة ان هي يعني غالبا ما بتبهاش بيضاء قوي صراحة صحيح ببالوانها غريبة اللي معنا ده قبيض جدا ولطيف قوي ومبشر ودمه خفيف بيقولك ايه فيه ست كده انجليزية اسمها باتريشيا الحقيقة انه الست دي قررت تحتفل بعيد ميلادها التسعين بس الطريقة مبتكرة جدا ومختلفة جدا 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 بعض دي يجي في تماغه ان هي ايه حبيبتي بقى جابت كيكايا وحطت الشمعية وجابت الأحفاد وأحفاد الأحفاد 90 سنة بقى اسم الله لكن الحقيقة ان هي قررت تعمل حاجة تانية هالس بره الصندوق تماما الحقيقة ان هي قررت تنط بالبرشاط على ارتفاع 15 ألف أدم لا بينا نشوف بينا نشوف بينا نشوف الست اللي انتو شايفينها دي يا جماعة ست عندها تسعين سنة برافو عليها ما خافتش قلبها يوقف ازاي اه الحقيقة ان هي نفزت القفزة دي برافو يعني في اقتار احتفالية لجمع الأموال للأعمال الخيرية يعني هي قررت ان هي تعمل اللقطة دي واللقطة دي كانت في اقتار جمع تبرعات برافو كانت بتخطط للفكرة دي من فترة والحقيقة ان الأطباء منعوها لا خافوا على صفيتها خافوا على قلبها خافوا خافوا اي حاجة تحصلها وهي في الجو كده لكن الحقيقة ان الستة دي صممت انها تخد التجربة دي رفع عليها واتدربت يعني مش قررت فطقت في دماغها فراحت عملت كده لكن تبعت دكاترة واتدربت تدريبات شقة قبل ما يسمحوا لها بالقفز عندها بنت عندها تسعة وخمسين سنة عندها ستة أحفاد الله بأربعة من أبناء الأحفاد الله يعني بنتها جدة بنتها جدة جدة لكن يفضل الأمل موجود يفضل الحماس موجود يفضل حب الحياة موجود لهعيب ولهحرام ستة عندها تسعين سنة بتنط بالبرشات على رفع خمسين ألف أدم في عيد من لدها التسعين في رسالة خيرية كمان يعني مش بس فور فان لكن كمان في إطار واحدة من الجامعيات اللي بتقوم بجامعة تبرعات لأعمال احنا ليه نتكسف هنا نعمل حاجات زي كده يعني ليه ستر علشان ثقفتنا كده ثقفتنا كده يعني مش ده صح لا مش كلها مش ده صح مش عشان احنا ثقفتنا كده يمكن بقى في بعض رتجاهات دلوقتي اللي بنشوفها يعني بتشوف ناس ستين وسبعين سنة بينزلوا يعوموا بيعملوا موسابقات بيخشوا سباقات دراجات سباقات سيارات بقينا نشوف ده دلوقتي لكن حالات فردية مش بالنسب كبيرة اه يمكن علشان انشغالها بالبيت والأسرة لا لا هنا لا أنا أصدق يعني حتى الستة اللي عندها سبعين سنة لو هي أرمالة ولادة خلاص تجوزوا بتتكسف تعمل حاجة زي طبعا بتتكسف تعمل أي حاجة مش حاجة زي كده بتكسل ده ده حاجة أكستريمي بتكسل واحد طب انتوا تعملوا كده وانتوا لسه في أنا خاف نفسي بسانا طيب أهو يعني ما عملهاش ولا دلوقتي هم بيبقوا عندهم جرأة يعني هي دي بقى طبيعة شخصية مش حكاية تتكسف أو ما تتكسفش صح صح